شهد الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية والذي يستمر تنفيذه العادة أياما ويأتي في إطار خطة التدريب القتلية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأت المرحلة بعرض التقارير والقرارات المتخزة وإجراءات تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة في تنفيذ المشروع من مختلف التخصصات وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف المفاجأة لتأكد من قدرتهم على تخاذي القرار السليم أثناء إدارة العمليات